اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لكن انا وقتها الحقيقة مش تنبأ والحاجة عرفت ان كل الفورية هذيك سيسبكت انها مشبوهة تعتبر انه الفورية هذيك اليوم زادة مشبوهة يوم الفرق الوحيد الفرق الوحيد في الاحساس هذية والي هو فرق ايجابي هو اني نحس لاني نجم تكلم وقتها ما نجمش نتكلم ما نجمش نقول لهذه فرحة مشبوهة وانه صلاح معاوية وقت الاعمال الايدتوريال الثاني واندرشنية واضح انه الامور باش ترجع المجاريها رغم اللي كنت نمشي ونجي وكنت حتى نشتغل في جهاز اعلامي اجنبي استخباراتي اجنبي مش استخباراتي اعلامي جماتي في جي تانا جماتي في باش نغطي مع فريق تلفزي باش نغطي ما النجمش تكلم اما انتوى النجم نتكلم الفرق هذايا يخليني في نفس الوقت متفائل قاعد نقول اللي رغم للحفلة هذية الحفلة نجم تكون مشبوهة لانه انا في قناعاتي مكنتوى نحكيو فيها مرة اخرى انه هذا دستور النعضة وفماش كلام وهتوى نقول لكم عليش اذا كان سمحتولي باش نقول لكم عليش اتفضل اذا كان حاجة بارك مش توى معناها خلينا ندبلوبيو الاخبار اللي نتاعكم انتوما ونتصور الهيكلة متاعكم محلوة بارش معناها والدان طيح حاب نقول باركا شنوى قولي في اللي كنت تقول فيه يلزم كما كنت تقول انت بالضبط انو نعتقدو هاللحظة هذية نهنيوا بعضنا ونفرحو ونهايسوا الكل لكنو خدوة هالسيد هذي اللي اخذه اختي باش نشوف الكمباريزون هل ترا يخدم هل ترا لباس عليه هل ترا يسدروكبا هل ترا عندو معناها حب للذر متاعو هل ترا بشي واصل معاها الى اخيره ولذر كل لحظة كانك تحب اختك حتى نواصل الكمباريزون هذي اذا كانت تحب اختك ولا بنتك كل لحظة تتسائل حتى تشوف العائلة مرعا وريد تلابس عليها ونتقول ياتي سيبا ايو فنالتا مهي الى البداية ابدا النص الدستوري النص الدستوري عمر ولا كان في حد ذاتو حدث الا انو كل يوم يدعم كل يوم يزيدي يزيدي يوري الممارسة متاع وانا ياسر خايب من الممارسة لانو يمكن انتوا نحكيو فيها لانو هالدستورة ذاية ثرثار في اول سؤال هل كان بالامكان احسن من مكان انا كنت مترشح وهذايا قلتو شوابا على السؤال قلتو في حداش مارس في الصباح انو اولا ما يزمش يرتكز على الحجاب على الحزاب ما يجيش دستور يرتكز على الحجاب ليش لانو انا باش نعطيك تنازل وانت باش تعطيني متنازل لاحظ انو بعد مدة فدوا العباد من شهاري الناس ماشية تاخد فيهم في الجابة فدوا بعد مدة وقبل اسابيع قليلة عملوا لجنة توافقات يا خليش ما مالدوش من الول عليها عمين معناها وانا اعطيني وانا اعطيني هل تعتبر انو كانت فما ازمة عكبريه انو لقوت غاف المجلس الوطني كانت ثم وهم عند النهضة انو هذا كله بش تعد وانو ما تماشي واحد بش هي الصبع وما تماشي واحد بش انسحب وما تماشي ناس بش يقول وراء البول وما تماشي اغتيالين ما تماشي اغتيالين اللي هما هزوا تونس هذاك اللي خلى الان واحد كما الغنوش اللي شايخ اليوم بالجداوة البارح وتالبرحين وكل اللي هو انا اعتقد اللي هذك اللي حبوا يعملوا بالضبط طيو نقول لك عليش بعد زيبا كان جان الوقت فرحان على خاطر مرر طريقة معينة رغم صعوبات ذك كانت نجم تفلس المشروع متاعه يفلس تماما في اغتيال شاسمه شكري بالعيد ومحمد البراهمي اللي يرحمهم معناها بالنسبة ليه كانت الافلاس التام والافلاس التام في اشهر كبيرة وقت الجبالي يحب يشرب الغضب الشعبي اللي كان غضب فاعلا صادق منينجي خروج النجدة لحسب رايك لحركة النهضة في الاغتيال الاول والاغتيال الثاني كي تقول لي كان يمكن انو يكون افلاس سياسي تام النهضة عندها حاجة ياسر تخوف هي انها ذات تكتيك وغير ذات استراتيجية اي دهاء سياسي دهاء المتاع معاوية ومتاع عمر بن العاس هذا عليش تخوف هذا حاجة ايجابية بالنسبة للحزب السياسي لا اذا كان عنده استراتيجية نغمالما نيفالما يكون بارله ونغمالما الحزب الاخرين يكون عندهم دهاء انا بالنسبة لي الدهاء الدهاء حاجة به انا كان عندي عمر بن العاس مستشار اه لو مثل اراني اراني فرحان برش اه وقد يقوله اذا كان كبسه اعمل اذا كان كبسه اه لين اذا كان لين اكبس الاخره ولا قالوا كل ما ياسر اخشينا قالوا اوصينا يا عمر اه معاوية قالوا اوصيك باللئيم اذا جاع وبالكريم اذا شبع وبالكريم اذا جاع عظيم الرجل دي تلقاها اقلاغ في كندرية ولا في حران ولا في حمص معناها قراء في السوربون نتعاك الوقت ذاك لكن لكن بش نكمل توا لكن اذا كان استراتيجية والدهاء اه تكتيك والدهاء فقط بدون استراتيجية اللي هي اذا كان تكلم استراتيجية هي حب الوطن والمصلحة العامة انا نتصور حب الامة الاسلامية اللي هي اه ضبابية من جاكارتا الى السينيغال ولا الموزنبيق عند النهضة اكثر بكثير واهم بكثير من حب الوطن يوسف مانتها توفى مبارش الناس قاعدين يسمعوا فينا يقول لك في نهار كيماليوم 27 جون في 2014 وقت اللي تقريبا الناس الكل الفرحانين وتنفسه سعادا وقالوا انفان عنا دستور شنو المنفع من انه ضرورة لابد من العودة الى العقبات الى العرقيل الى المحطات اللي كنت تحكي عليها انت وخاصة اشنو المهم في انك تقول اؤمن بان الدستور هو دستور النهضة انا نعتقدل دستور النهضة ليش لانه ما يكونش شعب التونس يرى اخي بحاجة عند الشعوب هي النسيان اه تتذكروا وقت اللي قال فكرينه ما نقولوش كلمة الشريعة في الواحد لكن الشريعة هي ركيزة هي هي لهوالي نفسه هذا الغنوش يقال اه اذا لهوالي تنفسوه يقولها كاكا لكن يزم يركز على هدايا مثلا نعطيك مثال بركة في فصل ستة باش تعرف اشنية المشروع وانا مش قاعد النغز طوي يا والدي ماتهانية للتونس الكل اللي ارتحنا من الشهريات ولي ارتحنا من التعب لا ماتهناش نزل المتواصلين اه ماتهانية تهانية لكن الفصل السادس الفصل السادس جاء في ظرف ماته بلبلة سي اه لوز هدت اه اه المنجر راحوي ما هذا ولا اه قامت القيامة وتكفير تحجير التكفير وما تحجير التكفير تعامل التحجير التكفير وقرناه واسمعناه والنص النهائي هو كذا وصوته ذكر ولا وانبعد لا في بل كانت تنجم تكون من ضحايا التجميل التكفير ولا يوسف صديق استناني انا ما يهمنيش انا كبرت لا لا مش انتي معناها شمعناه معناها راو ديما نحنا كي نقراه النص وبخمية دقية معناها الدرجة الاولى نجي ونقراه ونعرفه للتجميل التكفير اللي لا انتي كافر وانتي ملحد اقتله واختله هذي الدرجة الاولى اللي صار عليها ولي قامت عليها القيمة وانبعد تبدل كما لحظة سحبيب اللوز وسيمون جير راحوي لكن زادا وقتا يجي مثلا مفكر يقول والعالم حتى في الدين يقول راهوا الامام هذك قرأته خاطة للدين وما هوش هذا الدين الاسلامي انا نقولها انا مخرف اي لكن في تأويل للكلام هذي نجمع تبرك تكفير وانه واحد مخالف للدين اذا وقتها يكون ضحايا المفكرين هما ضحايا ايضا نعرف نعرف حبيت نعطيك الصورة على المقال السادس بعد تبدل ودلات الدعوات التكفيرية شنو الحجة سمعتوها وتكالت في جرائد الحجة متاع الاسلاميين التوانسة وما نحبش نقول الاسلاميين معناها الاصوليين التوانسة السياسيين الاصوليين الحجة متاحهم انه كيفاش نحجروا حاجة يعمل فيها ربي ربي كفر شفتك الحجة اي ربي كفر ما لا اما انت ما تكفرش انت يجب ان يحجر عليك التفكير التكفير تماما على خطر ربي خلقنا ما لا قول انا النجم نخلق وقول ربي يعمل كذا دونك انا نعمل كذا شنو ربي كفر اه قالنا الذين كفروا فيهم وعليهم اه لم ترى الذين كفروا اه واعمالوا الذين كفروا لكن ربي يتكلم هدايا شبك انت تولي تساوي في نفسك بربي ريت الفصل السادس قداش خطير لانه الحاكم شبه نفسه بالإله عز وجل وهذا المختر هذا المختر انا نحب نقول كلمة وحدك بل منواصله راه قدام على رؤوس الملاء انا كيف نقول يجب تحييد الدين نهائيا عن الممارسة السياسية راه ترفيع للإسلام لانه الإسلام عندي انا هوان كبير 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 خدمتي وحياتي والذوق متاعي وكل انبناء لهذا اذا كان نقول راه الإسلام يجب ان يحايد على السياسة ترفيع ليه وهو ما قاعدين يحطوا فيه الى مستوى انت عرئيس شعبة ورجل تنسيق ومعتمد ودرشنية واللي يتكلم معناها تصور معناها عندنا ناس اللي مهما كان يقول بسم الله رمى رحيم والله أكبر وثم كيجي يذبح عسكري يقول يقول الله أكبر زادة هذي الحب كله يتنحع معنتها انه نفهمه من كلامك سيوسف الصديق انه اذا نكتعرف انه الموساد قلبير احتمت بموافقة مئتين نائب من المجلس الوطني التاسيسي مقارنة ب اثناش قالوا لا واربعة متحافظين بانسير الميتين هذو ما عداوها عليهم النهضة بوا نحيو اعضاء النهضة لك الاخرين الكل يا شريعتهم يا عدايتهم معليهم لا 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 شريعتهم لحد شئ لنزاهم لنزاهم عنا خمسين ولا ستين نزاهم اما انا كشخصيا كنت يمكن نخبي كان قلت لا نحشم نحشم على خطر ياسر الشعب قاعد يستنى والناس قاعد يستنى وهو روكي نجيو ناخدو التقسيم في الخارطة السياسية وخاصة اللي قالوا لا الكل هم تم تصويت عليهم في القائمة الاولية للعريضة الشعبية اللي بتبعا بعد تحاولوا وخرجوا كيما برايم قصاص ولا غيروا نجيب مراد من حركة النهضة واحد من حزب المؤتمر اللي تحاول حركة وفاء وهو رفيق تليلي واربعة احتفاظات اللي هم عبد الراوف العيدي موني بن نصر مستقيلة من المبادرة نذكروا واحمد سميعا حركة النهضة وعلي الحويجي عن العريضة ايضا اللي تحاول حركة وفاء معنا فهم العريضة وحركة وفاء خاصة اللي مش عاجبهم الدستور انا نتصور اكل خمسين خمسين ولا سبعين اللي منهم خرجوا ونادوا باسقاط المجل تاسيس ما تذكروا ولا هذو مصوتوا لانه عندهم امل في مرحلة ثانية يسيدي خلينا نتخلص من هالنصة ذا اللي هو توافقي يحتمل متشابه كما يقول القرآن معنا يحتمل التأويل هذا والتأويل هذا وخلنا نتعدوا المرحلة اخرى نظالية هذا رانو كانت تسمعه في حمل همامي قالوا قالوا هذا خلصنا من نص دص شكلي وخليني نمشيوا المرحلة اخرى نظال مازال راول زوالي في بيو علي وراول مكتب المدرسة راهي منهارة وراول المنظومة الصحية منهارة وكذا وكذا خليني نمشيوا الحاجة اخرى متاع التنميع الاخره لكن هلا خلصنا من نص انا نفهمهم هكا فما شكون يقول لك انه في تونس في نفس الوقت وقت العبيد فرحانة تواعشش لرهايب تكسر الاقتصاد وانقسم الشعب ثمن باهظ للدستور هل فما ثمن انه نعود ونكتبه الدستور هل كانت احسن قرار انه يتم اعادة سياغ الدستور من جديد ابتداء من صفحة بيضاء ولا من ورقة بيضاء هذا السؤال المطروح اليوم باهظ انهذاك لماذا كنت يمكن نصوت انا كنت جيد في المجلس تاسيسي كنت نصوت على انهاء قضية النص لانه قضية النص كالفتنة مش فلوس برك كالفتنة اتعاب واشجان وقتل واحد وكل خان تلهاو بحواج معينة انا حتى تحت ديكتاتور تلهاو بالاشياء اللي هي تواستعجلية الارهاب الامن اللي في البلاد التنمية الانهيار القدرة الشرائية نهائيا معناها معاش الانسان يشاق ما يلحق معناها الكونفور تعتبر انه مقايضة عادلة لا مش عادلة اما هذك الحل الوحيد باش ننهيو المرحلة هذي متاع النص شوف هو اعتراف انه هالعامين هذو ما كانوا خسارة انه في ظرف واحد عشر يوم شهر كملوا الدستور واضح معناها اعتراف انه هكالعامين هذيكم كانوا ينجموا كملوا في شهر ويعملوا هكاللجنة التوفقية ويكملوا في شهر هنا اعتراف بانهم عداوها علينا نه